نفذت القوات للبحرية المصرية مع نظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وشاركت في التدريبات الفرقاتة المصرية طابة وسفينة حربية يونانية عقب انتهاء زيارة لميناء الإسكندرية آيات التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي